اشتركوا في القناة سوف نحتاج بألوان مختلفة وتضرغات نفس اللون أنا هنا استخدمت اللون الفيروزي مع الدولي تعالوا بمقولوك واشرحوك ازاي ممكن تستخدم الوان مختلفة في تصميم العقد يفضل ان داية المطرون من فوق ومن تحت يبقى نفس اللون الخرز بعد كده بقى مثلا انا نستخدم هنا مثلا تضرغات لون الازرق لان نستخدم التقيل بعد كده الخفيل في الدور الثاني الدور الثاني بدعت نستخدم الاخراط والدور الثاني بقى هنقسم تغصيل نص من اللون الازرق الخفيل ونص من الاخراط من الشكل ده راح أظهر شوية الغناقين بدعت ان انا جبت لون في المسطر بدعت ان انا اغمق به اول صف من الخرز انا هنا لونت اثنين من البطرون لان الاثنين هم اللي بيقوا اساس شغل البطرون لان الصف الاول او الدور الاول في البطرون كامل كده من فوق الى تحت بيبقى مختلف في الاعداد لان في خرازات بتبقى مكان للتقاء الخراز ببعضه فده بنحطها في مثلا في العمود الاول او فصف الاول ما بنحطه او داني فبناخد بالنا في حاجات معينة في البطرون ان شاء الله اشرحها لكم بعض احنا بننفسه بعدين هنا بدأت ان انا عملت الوان تانية عشان تعرفوا انه تقدر انتي ازاي تشكليه بالظبط انا هنا استخدمت بقى دراجات اللون من الاحمر والليبيتي والروز وهكذا بشكل طبعا بيبدي في الاخرى الاشكال ضحفة جدا ولان الموضة بقى استنادي هي الفرعونية وهي اللون الفيروزي فبدأت ان انا بقى عملت معاكم عقد كده عن الموضة بدأت ان انا حطت بقى اللون الفيروزي واللون الدهبي زي ما انتشايفين كده هي دي الزبط الطريقه اللى هنشتغل بها في العقد بالشكل ده نفس المصور عشان يوضح لكم برده ازاي هنشتغل بالزبط الوقت بالشكل ده ويمشى بقى على كل البطانة ما يكون بقى هو الاساس ونبدأ ان هنمشى على العقد بقى كله بنفس الطريق نبدأ بحنا نجيب الخرص ونجيب ابرة ونبدأ نحن ندخلها في الفيط بلاستيك اول حاجة هندخل واحدة من الفيروزي ونبدأ اللي نقفلها او ندخل فيها الفيط مرة تانية عشان توقف او تحبس لي كل الخرص الي جاء ونبدأ نحن ندخل فرزيه كمان في الفيروزي وندخل 17 فرزه من الدهبي بالشكل ده بعد كده نبدأ نحن ندخل اربعة من الفيروزي ونبدأ نحن نقفل اول عمود ندخلها في اول فيروزة ندخل لها بالشكل ده ندخل فرق بريتاني وبعد كده ندخل سبع خرزات ونبدأ نحن ندخل في الخرزايا التمنى في الصف الاول بعد كده ننبدأ نحن نعد الخرزات اللي بعد كده خمس خرزات وندخلها في الخرزة الستة في الصف الاول بعد كده نعد ثلاث خرزات ونبدأ نحن ندخلها في الفيروز بالشكل ده بعد كده ندخل خرزة فيروزي كمان ونقفلها زي ما عملنا في اول خرزة بعد كده نحن ندخل خرزة ذهبي وندخلها في ثاني خرزة في الصف الاول بعد كده نبدأ نحن نجيب خرزة ذهبي وندخلها في ثاني خرزة في الصف الاول بعد كده نحن ندخل اربع خرزة ذهبي بعد كده نبدأ نحن ندخل خرزة ثلاث خرزات ونقفلها في التي قبل فائل ثم ندخل سبعة دهبي و ندخلهم في نصف الصف الثاني بالشكل ده الخرزة الرابعة ثم نعد الخرزات خمس خرزات و نبدأ أن ندخلها في الخرزة الثانية من فوق في الصف الثاني ثم ندخل ثلاث خرزات و ندخلها من الخرزة الفيروزية ثم ندخل خرزة فيروزية ثانية و نقوم بعمل نفس الطريقة وهذا البطرون الأساسي من فوقنا وهذا الذي ننفذه ثاني و نجده هذا نفس الطريقة البطرون و نكمل الآن و نقوم بعمل نفس الطريقة و على جده تعالوا نشوف و نقوم بعمل نفس الطريقة ترجمة نانسي قنقر هنا عملت 17 من الوحدات بعد كده بدأت أن انا اضيب سلسلة و خرز كالستان أزرق بدأت أن انا هشكل الهق معكم بالشحل ده نبدأ بقى ان احنا نمسك الكالستان في الهق و بعد كده نسقوه في السلسلة هنحتاج في الخطوة دي خير و ندخل فيه الإبرة و نبدأ ان احنا من منتصف الواحداتين الرفا نص بالشكل ده نبدأ ان احنا ندخل فيهم الخير و نبدأ ان احنا ندخل واحدة من الجهة دي من الخير و اثنين من الجهة الثانية و الواحدة في النص نبدأ ان احنا ندخل فيها الخير فتاعت consolidation الهق لها الثانية بن الشكل ده و نبدأ ان احنا نرغط هو مربطتين نبدأ ان احنا ندخل التلات خالزات اللي بعد كده في الخير البلاستيك بعد كده ندخل الست Shelley نبدأ ان احنا اهه التارفون بتوع الخيط البلاستيك نبدأ ان احنا ندخل فيه من niet tuber بنشكل ده و نشيط نبدأ نحن نجيب قزة الرضية ونبدأ نحن نضغط عليها بالشكل ده بعد كده نبدأ نحن نبسك في الحلقة اللي عملناها في المستوبر الخيط البلاستيك السلسلة ونحط في نهاية السلسلتين واحدة اللي هم هنحط افل والثانية هنحط خرص كريستالة بالشكل ده وكده نكون خلصنا حلقة النهارتة ياربكم عجبكم طبعا لو اكتبوا لي تحت في التعلاقات ولا بشرط راشده وصلنا اكبر عدم ممكن اكتبوا لي تحت في الكومنت عايزين ايه الحلقات الجاية ولو في فكر توقت عاوزين انا في زهركم مخصوص اكتبوا لي تحت في التعلاقات وارسلوها لي على صفحتي على الفيس بوك ان شاء الله سبحانكم في صندوق الوصف اشتركوا في القناة